اشتركوا في القناة كمطاهر ومعقم بجيل للكحول في حال عدم توفره لأي سبب هنجيب الإزازة دي من الصيدالية بيكون مكتوب عليها تركيز عشرة أي نوع بقى نلاقيه مكتوب عليه ميت أكسجين مش كريم أكسجين خلي بالكم من الفرق وتقروا كويس لأن فيه ناس بتطلقبطوا بتجيب كريم الأكسجين ده حاجة وده حاجة احنا عايزينه ده للجلد حاليا ونعمل بتعقيم وتطهير يبقى ميت أكسجين مش كريم أكسجين فهنجيب الإزازة وهتغلي حوالي لتر ونص مية على البتاجاز ولما تبرد بتفضي المية في إزازة عندك يكون مقاسها كده لتر وبعد كده بتفضي الإزازة دي كلها على اللتر المية اللي انت سخمتيه وبرد فبتفضي الإزازة كلها وترجيها وبعد كده بتغسلي بيها إيدك وبتستخدميها في حاجات كتير يعني مش بس غسل الإيد احنا ممكن كمان نستخدمها كمضمضة مطهرة للأسنان بتمنع برضو بتقتل أي جرسيم أو أي بكتريا وفيروسات ممكن يعني تدخلنا في الجسم عن طريق الفم تستخدم كمان في شاطف وتعقيم الخضروات والفواكه وممكن كمان بقطنا كبيرة نبل لها بمية الأكسجين اللي احنا عملناها دي نمسح بيها الأسطح والأكر وأي شيء عاوزين نعقامه في البيت في دكاترة كتير بتنصح بعض السبتات بالتشطيف الخارجي بمية الأكسجين للتخلص من الإفرازات الكريهة للمنطقة الحساسة يعني ليه استخدامات كتير جدا ومحدش يقول لي أن مية الأكسجين غلط على البشرة لأن الدكاترة بنفسهم بينصحوا بيها وبيستخدموها كتير جدا في التعقيم والتطهير وأنا وستات كتير بنجربها على بشرتنا في الوصفات بالزيط وصفات التأشير والطبيض البشرة فمفيش منها أي ضرع على البشرة إلا بس إنها ممكن تعمل جفاف عشان كده من الأفضل استخدام بعد استخدام مية الأكسجين على قدنا وبعد ما بتنشف بعديها بشوية بنحط كريم مرتب على الجلد علشان ما يحصلش تشققات ودي أول استخدام أو أول بديل للكحول وهو مية الأكسجين آآ تاني بديل وعن تجربة برضو أنا مجرباها هو الكربونات اللي احنا بنجيبها دي الكربونات البيضة اللي احنا بنجيبها من عند العطار والخل انتوا بتحطوا حوالي معلقة منسوحة لو حبينا يعني ننظف إيدينا أو ننظف أي حاجة بنحط حوالي معلقة منسوحة من الكربونات في حاجة كده غويتة وبتحط عليها خل بصوا الفوران ده منظف كويس جدا لأي سطح وأي حاجة بس طبعا بنضيف عليهم مية جمعا يعني الحبة دول كده منضيف عليهم حوالي كوباية مية وبتستخدميهم بتشتفي بيهم إيديك بتشتفي بيهم أي حاجة انت عايزاها أو الأسطح أو أي استخدام زي اللي اتكلمنا عليه ده كده تاني بديل من بدايل الكحول آآ تالت بديل وناس كتير عرفته فعلا براحل جابته هو الكولونيا أي كولونيا بتحتوي على كحول بنسبة سبعين خمسة وستين تمانين في المية هم موجودين في الصيدليات دي برضو من وقت للتاني بترشيها على إيدك آآ أو لأطفالك استخدامها آمن وكويس جدا وبكده أكون قلت لكم كل الاستخدامات أو كل البدائل المتوفرة للكحول يا ربي يا ربي يقينا ويقيكم شر الأمراض والأوبئة ويبعد عننا وعنكم أي مرض آآ أتمنى أنتو تكونوا استفدتم وياريتش هياروا الفيديو عشان تفيدوا غيركم ما تنسوش اللايك سلام ترجمة نانسي قنقر